تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للأعمال بمشروع المتحف المصري الكبير في إطار التجهيز للإفتتاح الرسمية وقال رئيس الوزراء إن هناك حرصا شديدا خلال الفترات الماضية على متابعة أدق التفاصيل خلال تنفيذ مختلف الأعمال الإنشائية والهندسية وتنظيم قاعة العرض للقطع الأثرية كما قام مدبولي بزيارة المتجر الكبير الذي يقع في نطاق المتحف والذي يعرض مسنسخات من القطع الأثرية المعروضة بداخل القاعة